ناشط ومدون فلسطيني من عرب 48 اسمه معاذ خطيب نشر على صفحته على فيسبوك قصة عاملة جدل كبير معاذ بيقول انه كان راجع بالليل بعد مشاركته في مظاهرة لنصرة القدس ولمح في الطريق شاب صغير بشاور للعربيات قرر يساعده ويوصله في سكته لما الشاب ركب جنب معاذ اكتشف معاذ انه يهودي من اصل مصري وولدته فرنسية بعدها بدأ حوار بينهم عن اللي بيحصل من الحكومة الاسرائيلية بشكل عام وضد الفلسطينيين بشكل خاص معاذ فوجئ ان الشاب اليهودي له انتقادات عديدة على سياسة الحكومة الاسرائيلية اللي اتهمها بالعنصرية ومش بس ضد اليهود الشرقيين وغيرهم من اصول غير عربية او غير غربية لكن طبعا ضد فئات معينة في المجتمع الاسرائيلي تعالوا نعرف بقى التفاصيل من معاذ